قرار رسمي بإنشاء مقبرة جماعية لضم رفاة عظماء مصر ورموزها ونقل مقابرهم بمنطقة تاريخية حال اقتضت الضرورة جاء ذلك في بيان عن الرئاسة المصرية بعد مناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف زالة مقابر رموز مصر وأبنيتها الأثرية والبحث عن حلول أخرى للتطوير العمراني مقبرة الخالدين المزمع إنشاؤها تتضمن متحفا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية يشمل السيارة الذاتية لعظماء الوطن ومقتنايتهم توجيهات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لتقييم الموقف بشأن نقل مقابر منطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة ضمن مخطط التطوير ودراسة البدائل المتاحة وتقديم توصيات قبل الأول من يوليو المقبل ومطالبات من مختصين بإشراك المجتمع المدني في عمل اللجنة وترحي مقترحاتها للحوار المجتمعي